موسيقى أهلا بحضركم شهرين الكرام حالة جديدة من برنامجكم اليومي مؤشر النين نتعرف من خلال الأرقام والتحليل على أداء مؤشرات السوق اليوم والبورسة المصرية والتي ارتفعت مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بمنسبة 45% ليصل إلى مستوى 10559 نقطة كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.78% لينهي التعاملات عند مستوى 1864 نقطة كما شملت الارتفاعات أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بمنسبة 2.13% عند مستوى 2742 نقطة على صعيد القطاعات النشطة في السوق اليوم كان قطاع البنوك في مقدمة القطاعات الأكثر نشاطا في السوق بنسبة 32.47% من 100% ثم جاء في المرتبة الثانية قطاع العقارات بمنسبة 14.13% أما قطاع المنسوجات والسلع المعمرة فقد جاء في المرتبة الثالثة بين القطاعات النشطة بمنسبة 8.7% من 10% هذا قد ربح رأس المال السوقي الأسهم الشركات المقادة بالسوق 5.900.000 جنيه ليسجل ما قرابته 6.5 مليارات جنيه بعد تدولات كلية وصلت إلى 2.1 مليار جنيه مشاهدين الكرام لمزيد من التحليل والتوضيح ينضم إلينا في الستوديو الدكتور محمد كمال خبير السواق المال دكتور محمد أهلا بك ضيفا كريما على الشاشيني الأخبار أهلا بك يعني دعنا نتعرف على ما دار في سوق المال اليوم لكن دعنا نخرج لهذا التقرير الذي يرصده لمؤشرات السوق ثم نعود مع حضرتكم ونبدأ هذا النقاش اللون الأخضر زين مؤشرات البرصة المصرية في دلالة على تسجيل أغلب أسهمها لارتفاعات شبه جماعية في كتام تعاملات الثلاثة البرصة حققت مكاسب قوية مدعومة من عمليات شراء واسعة من قبل المستثمرين نصريين أفرادا ومؤسسات فضلا عن العرب الأفراد بدعم من إجراءات الحوكمة التي نجحت في تأكيد المصدقية لدى المستثمرين وزادت من شهيتهم للاستثمار في السوق المصرية وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة نحو 5 مليارات وتسعمائة مليون جنيه ليصل إلى ستمائة وخمسة مليارات وتسعمائة مليون جنيه بعد تدولات ناشطة بلغت مليارين ومائة مليون جنيه قرابة مليار ونصف المليار جنيه منها تدولات في سوق الأسهم مؤشر البرصة الرئيسي إيجيك ثيرتي صعيدة بنسبة 45 من مائة في المائة ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك سيفينتي بنسبة 2 و78 من مائة في المائة موجة الارتفاعات شملت مؤشر إيجيك ساندريد الأوسع نطاقا بنسبة 2 و34 من مائة في المائة وأوقفت إدارة البرصة التعامل على 24 ورق مالية خلال جلسة التدولات نتيجة تسجيلها نسب الارتفاع القصوى المسموح بها والبالغة 5% خلال الجلسة الواحدة وذلك من بين 133 ورق مالية ارتفعت أسعار أسهمها بنسب متفاوتة بين 1 و5% بينما تراجعت أسعار 58 ورق مالية فقط واستقرت 12 ورق مالية عند أسعار إغلاقاتهم السابقة محللون ماليون رأوا أن السوق استوعبت أحداث نهاية الأسبوع الماضي والتعديلات التي شهدها مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مشيرين إلى أن المستثمرين باتوا الآن أكثر ثقة في السوق في ظل مصداقية الجهات الرقبية في تطبيق إجراءات الحوكمة على كافة عناصر السوق وهو ما زاد من شهية المستثمرين الشرائية وانعكس على قوة أداء السوق وأضف المحللون أن السوق تجاوزت أزمة البنك التجاري الدولي كما تترقب السوق انتهاء الانتخابات البرلمانية في مصر بالإضافة إلى مصير الانتخابات الأمريكية والتي يتوقع أن تؤثر على تجهات جميع أسواق المال العالمية أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام عودنا في الستوديو مع ضيفي الكريمة دكتور محمد كمال خبير أسواق المال وكما تبعنا في هذا التقرير الذي رصد الإعداء السوق اليوم دكتور محمد الارتفاعات الجمعية كانت هي السمة الغالبة على مؤشرات السوق اليوم يعني إلى أي الأسباب يمكن أن نرجع تلك الارتفاعات بعد أسبوع ربما نقدر نقول شاهد انخفاض ملحوظ في بدايتي وتأرجح في منتصف الأسبوع طيب إحنا لو نرجع لجلسة يوم الخميس الماضي يمكن كان فيه إخفاقات في السوق بعد الإعلان عن تنحية رئيس مجلس إدارة بنك التجاري الدولي لوجود مخالفات داخل البنك يمكن السوق اتأثر بسببها بشكل كبير جدا وكان فيه تراجعات بشكل حد في السوق في جلسة الحد وجلسة الاثنين يمكن النهاردة أول جلسة احنا نشوف بداية عملية تصحيحية بعد الهبوط الشديد مع الجلستين اللي فاتوا شفنا النهاردة ارتدادة في سوق كانت واضحة جدا يمكن حتى في أحجام التداول كانت واضحة مع تنفيذ قرابة المليار ونصف اعتقد ان النهاردة كان فيه قوة شرائية بتدت تخش لتقتنس الفرص الموجودة في السوق بعد تدني الأسعار بشكل كبير طيب هل من الممكن ان نقول محللين كتير اتكلموا عن هذا الموضوع وقالوا ان السوق تجاوز هذه الأزمة هل السوق نقدر نقول النهاردة ان هو تجاوز أزمة البنك التجاري الدولي وعادة لمصاري الصحيح؟ لا طبعا ما اندرش اقول ان السوق تجاوز أزمة التجاري الدولي ان ازمة التجاري الدولي هي ازمة مش بس اثرت على السهم التجاري الدولي او قطاع البنوك ولكن اثرت على البورصة المصارية بشكل كبير يمكن احنا عندنا نقطة مهمة جدا وهي الاستثمار الاجنبي والسندية الاجنبية دايما في تساؤلات ايه اسباب اقالة رئيس مجلس ادارة البنك يمكن الامور دي كلها لها ردود على الاسئلة دية المفروض ان احنا في الايام القادمة المفروض يبقى فيه تقرير يقدم للسندية الاجنبية لطمأنة الاستثمار الاجنبي في البورصة بشكل او باخر اعتقد ان لو بنتكلم على سهم التجاري الدولي اعتقد ان الفترة الجاية ان شاء الله يمكن فيه تصريح النهاردة للرئيس الجديد للبنك التجاري الدولي عن بداية التعامل مع مذكرة من البنك المركزي في التعامل في الاجراءات الضوابط المنظمة والعملية بشكل كامل هيتدو ان هم يشتغلوا على الامور اللي ابتدى يلفت انتباههم البنك المركزي اعتقد ان هم هيتدو يحركوها لو بنتكلم على بنك التجاري الدولي اعتقد هو من البنوك الهامة في الشرق الاوسط يمكن هو واخد على مدار سنوات كثيرة هو من افضل بنوك في الخاص طيب هو البنك المركزي كان الزم البنوك بس المفروض هو ده هل ده فعلا من بداية التعامل اي بنك بيتم دخوله السوق المصري بيبقى فيه هناك من الضوابط وتعليمات المكتوبة ينبغي ان كل المتعملين في سوق المال بيكون ملتزم بيها البنك المركزي بيحيط مجالس اقدارات بان يكون فيه ضوابط مرسلة بيتم الاتزام بيها عايزة حضرتك ده بيوفر شفافية مطلوبة بتحمي كل الاموال المودعة لدى البنك من عملائها ومن الصدمات اللي ممكن تكون في وقت من الأوقات طيب احنا خلينا نتكلم على نقطة مهمة جدا وبشكرك على سؤالك ممكن هو رسالة طمأنة لجمهور مش هنقول بقى المتعملين في سوق المال ولكن المتعملين في مجال البنوك والقطاع المصرفي اموال المدعين سواء في البنك التجاري الدولي او ايا ما كان البنك الخاص دوت او بنك حكومي فهي في زمة البنك المركزي او هي في امانة البنك المركزي هو يضمن اموال المدعين بمعنى ان البنك المركزي بكل الضوابط بكل الامور اللي بيوضعها ليحكام السيطرة على جميع المصرف وجميع البنوك الموجودة في مصر يمكن القطاع المصرفي من اهمه وانشط القطاعات عندنا واحسن القطاعات عندنا يمكن جاءت عواصف مالية كبيرة جدا اطاحت بمصرف على مستوى العالم ومن كبار المصرف على مستوى العالم في امريكا ولكن الحمد لله يمكن القطاع المصرفي في مصر من القطاعات الهامة والقطاعات المهمة جدا وبيطبق اعلى معايير الحوكمة والشفافية يمكن مشكلة البنك التجاري هو عدم اتباعه لامور الحوكمة او التفتيش الداخلي بشكل دولي اعتقد ان كل هذه المعطيات بتأدي الى قطاع مصرفي قوي فنرجع ونقول ان ما فيش قلق على اموال مدعين سواء في البنك التجاري الدولي او ايا مكان دي رسالة طم انا دكتور كمال طب عايسة الحضرك بقى ان دلوقتي عاودت او عاودة الفيروس كورونا يعني منحانة الارتفاع الصاعد في هذا الامر اصبح متواصل ومرتفع فيه اجراءات كتيرة بتتخيزها الدول او المنظمات الاقتصادية على مستوى العالم هل ده يمكن نوع بيحد من تأثير القيود والاقتصادات في اسواء المال العالمية ولا لا؟ الحقيقة يمكن الاسواء المال من اكثر الامور بتتأثرا بسواء جائحة كورونا او باي الامور السياسية يمكن انتخابات الامريكية او ما شبه ذلك كل هذه الامور بتأثر بشكل كبير او بتتأثر بها الاسواق المالية يمكن السوق المصري بيتأثر بشكل كبير طبعا بجائحة كورونا سواء في الموجة الاولى او احتمالية وجود الموجة الثانية وتصاعد عداد الاصابات أعتقد طبعا أنه يأثر بشكل كبير جدا على القطاع السوق المال في مصر وعلى القطاع الاقتصادي بشكل كبير خلينا أرجع بقى لسؤالنا النهاردة كان فيه ارتفاعات في المؤشرات الرئيسية كلها المؤشر التلاتين أو حتى المؤشر السبعين وكان فيه سيولة تخطط حجم الاتنين واحد من عشرة مليار جنيه عايز ألحضرتك يعني حجم التداول والسيولة تأثيره نعكاسه على السوق ككل يمكن الجلسات السابقة كانت أحجام السيولة أحجام قليلة أنا أتكلم على الجلسات اللي هي جلسة الاتنين وجلسة الحد وجلسة الخميس يمكن دي الجلسات اللي كانت فيها انتظار لما سيحدث عن موضوع بنك التجاري الدول يمكن النهاردة عودة السيولة مرة أخرى بنتجاوز المليار ونفذنا حوالي مليار وربعمية وربع مليار وخمسمائة مليون أعتقد أن ده الحجم الطبيعي لسوق المصري حاليا في التنفيذات طيب لو عايز بقى بص على أداء تقييم أداء المتعاملين المصريين والعرب والأجانب لو كل فئة بخدها على حدة النهاردة كان فيه اتجاه بيعي من قبل المصريين والعرب إزاي نقدر نفسر ومقايم ده دكتور الحقيقة يمكن الجلسات الأسبوع الحالي من أهم الجلسات ومن أصعب الجلسات اللي احنا شفناها لأن احنا بنتكلم على صدى أو رد فعل لأصداء مشكلة البنك التجاري البنك التجاري هو عشان برضو السادة المشاهدين يبقوا متابعين السهم التجاري الدولي هو بيمثل 43% من حجم أو الوزن النسبي من المؤشر رئيس البورصة المصرية فهو تقريبا قرابة نص المؤشر فتحرك السهم ده بيحرك وراه هو سهم قائد بيحرك وراه السوق كله وده اللي احنا شفناه لما كان فيه أخبار سلبية على السهم السوق كله بشكل كبير تراجع بشكل كبير جدا يمكن زي ما بقول لحضرك الجلسات الأسبوع ديت يمكن جلسات بنترقب فيها ما سيحدث بنشوف ما رد فعل الاستثمار الأجنبي والاستثمار العربي والاستثمار المحلي أيضا هيكون رد فعلهم ايه على مشكلة التجاري الدولي اللي خرجت بشكل يعني برلوق طيب يعني آسف طبعا دي الوقت النهار ده عشان طبعا كنا متابعين جلسات مجلس الأمن وتابعين طبعا كل ما يدور هناك حول سوريا خلينا سؤال أخير كده عن بكرة آخر يوم في الإسبوع ان شاء الله هيكون الخميس أجازة المفروض بمناسبة موعدة بكل سنة وحلقتي بكل الأمة الإسلامية بقى الفخير طوقعتك أنا شايف نظرة تفاولية إن شاء الله بإذن الله يعني هنحاول النسوء يحاول أن هو يجرب على حاجز المقامة العشرة تمنمية أعتقد أن احنا ممكن نجرب فيه جلسة بكرة أو جلسة الحد إن شاء الله بإذن الله ونتمنى النسوء يعني يصمد عند العشرة تمنمية ما يرجعش تاني ونشوف أرقام تحت النسوء أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد كمال خبير أوصوحك من الشرفتيني شكرا جزيلا شكرا لحضرتك شكرا شكرا لحضراتكم شيريين الكرام انتهت حلقتنا النهاردة من برناماتكم اليومي مؤشر النيل غدا حلقة جديدة وفريق عمل جديد تقبلوا تحياتي إلى اللقاء شكرا لحضراتكم